في مختلف البلاطوات اليوم يبدو رأيهم هذا معقول جدا ما فيه حتى مشكلة التجاوز ما وش ممكن ومفروض الناس تراقب التجاوزات لكن إبداء الراي بطريقة ديمقراطية ما فيه حتى مشكلة وبالنسبة حتى الصحفيين الصحفيين اللي يكتبوا في الجرائد ما فيه حتى مشكلة أنه يبدو رأيه ولكن في الحدود الملائمة شفت بعض الناس خاصة المدربين قدم داروا ونقطة واحدة في كلاسي فريقة الأمم وغادروا ودربوا ونادي تلتموا برايات وطردوهم ومن ذاك الوقت ولا اشتغلوا ولا عندهم الكفاءة باش يتكلموا على هاد الفريق في المستوى اللي هو فيه يقولوا حاجات غريبة هذا طبعا كاين بعد اللاعبين بعد قليلة ممكن نحسبوهم في أصابيع قليلة يد واحدة أنه كأنهم ما زالهم هما أبطال بينما الأبطال اللاعبين اللي موجودين في الفريق الوطني اليوم الأبطال ما بقاوش اللي كانوا في في تمانينات اليوم الأبطال اللي رهم في 2016 وهذا هو الفريق الوطني وبالنسبة لآخرين لازم يكون تواضع في الفحص في الاناليز لازم يكون تكون الاناليز الإجابية اللي كان نستفادوا منها إلا باش دي تقول غير الأمور ماشي مليحة هذا ما يهمه ولا حال ما يهمناش حنا نعرف كاين مدربين ما عندهم مش حتى الديبلوم ويتكلموا في البلاتوات ما عندوش ديبلوم باش يدرب فريق في الدرجة الأولى ويجي يعطي رأيو يروح يقرأ خير ما أحسن هذا هو ترجمة نانسي قنقر